وهذا ما نرفضه كشبيب الامقراطية الاجتماعية وكمغالبة يعتبرون وحدة الترابية خط أحمر رافضين أي مساس بسيادة المغرب على أراضيه البرية والبحرية ومنشغالنا بالأحداث الوطنية لا يبعدنا عن سؤوليتنا تجاه ما تعرف الساحة الدولية والإفريقية والعربية من الأحداث كالحروب والتمزقات التي يعيشها الشق أوسط بالخصوص والعالم العربي بشكل عام في سوريا والعراق واليمن وليبيا والضغط المتزيد من قبل القوى الإمتريارية العالمية الذي يدكي حات الاحتقال واللا استقرار بالوطن العربي ومن هنا ندين الاعتراف الأمريكي اللامس أول بالقدس عاصمة الإسرائيل في انتهاك سافر لكل الأعراف والمواطيق الدولية التي تؤكد عدالة قدية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في دولة عاصمتها القدس أيتها المناضلات والمناضلون منذ تحملنا المسؤولية سنة 2011 ونحن نعمل جاهدين إلى جانبكم على إبراز ضوء شباب حركة الديمقراطية الاجتماعية داخل المشهد السياسي المغربي والعالمي من خلال سيارة برنامج يلائم تطلعات شباب الوطن المتمثل في إنجاز مجموعة من الفعاليات الوطنية والدولية أبرزها تنظيم منتديات كوينية وجامعات شبابية استفاد منها ما يفوق 3000 شباب سنويا استهدفت تقطيع الشباب بالقضايا السياسية وآليات فعل شبابي في صناعة القرار وتواجدنا الوازن والقوي بالهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية ومشاركة باقي الشبيبات الحزبية المكونة للهيئة هموم وقضايا الوطن والشباب كالمشاركة في لقاء العيون للتنديد بكل قرارات المنحاذة لجمال الانفصالية من طرف الأمير العام السابق للأمم المتحدة والتواجد الفعال بجل منتدائية الاجتماعية العالمية أبرزها منتدى دكار وتونس والبرازيل والأردن حيث شجلت الشبيب الديمقراطية الاجتماعية مواقف قوية دفاعا عن قضايا الوطن وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية هيتها المناضلات والمناضلون إن الشبيب الديمقراطية الاجتماعية تطالب بتوزيع عادل للطروات بين الجهات في إطار العدالة المجالية وبسياغة استراتيجية وطنية واقعية وجادة تلائم تطلعات الشباب وتضمن تكافر الفرص بين شباب العالمين الحضري والقراوي وشباب المغرب العامية ونطالب بالنهوض بمنظومة تعليم الذي نعتبره مدخل من مداخل البناء الديمقراطي وصول كرامة المواطن المغربي بضمان حقوقه المشروعة في تعليم مجاني وتغطية صحية ملائمة وتوفير حق في الشغل والسكن اللائح أيها المناضلات أيها المناضلون نعيدكم أننا سنظل أوفياء للعقد الأخلاقي الذي يجمع بيننا وبينكم من خلال تزامنا وحرصنا على إشاء مرضمة للشبابية انشجاماً مع فكر وفلسفة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية كما أسس لها الزعيم المؤسس محمود عرشان ورفاقه وصار على جلبها خلفه الأمين العام الآخر عبد الصمد عرشان وصار على جلبها خلفه الأخ الأمين عبد الصمد عرشان ورجال ونساء الحركة الديمقراطية الاجتماعية في ربوع هذا الوطن وقل اعماله فصير الله عملكم ورسوله المنين والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة